مئتان وتسعون سفينة تجارية محملة بأربعمائة ألف طن من مختلف البطائع وألف وستمائة وسبعون حاوية من الخضار والفواكه استقبلها ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث يعد الميناء متعدد الأغراض ويستهدف السلع التي تتمثل في المواد الغذائية والخضار والفواكه والحديد والإسمنت والملح والمواشي والسيراميك كما يكتسب ميناء السويق أهمية تجارية مضاعفة بسبب موقعه الاستراتيجي بين محافظة مسقط وميناء صحار وقربه من ميناء الخزائن البري ليشكل ممرا حيويا لوصول البطائع والمنتجات الغذائية للأسواق الإقليمية المجاورة وأسواق شبه القارة الهندية والقرن الإفريقي وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لكافة البطائع وتسريع التجارة وتداول البطائع والحاويات النماطية والحاويات المبردة من وإلى سلطنة عمان حركة الشحن بالميناء في زيادة مستمرة مقارنة بالسنوات الماضية كون أن الميناء يكتسب سمعة أكبر وهو في تطور مستمر حيث قامت موانئ أسياد بتحسين جودة الخدمات عبر إنشاء خدمات متكاملة للتفتيش وتعزيز وسقل الكوادر التشغيلية بما يتناسب مع عمليات الموانئ كما أن مجموعة أسياد بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل حاليا على تسريع وتيرة إنهاء مخطط تطوير الجزء العميق من ميناء السويق بالشراكة مع القطاع الخاص وتمضي مجموعة أسياد قدما في تعزيز المنظومة التموينية في سلطنة عمان من خلال طرح ومناقشة المبادرات والإجراءات النوعية التي تهدف إلى زيادة فعالية القطاع والارتقاء بمنظومة الموانئ من خلال رفع تنافسية خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية لتكون محطات رئيسية في منظومة سلسلة التوريد العالمي ترجمة نانسي قنقر